معي هنا في الستوديو الخبيل العسكري والستراتيجي سيد خالد نسي مسر خير أهلا بك معنا مرحبا لو نفهم أكثر طبيعة هذا التقدم إن كان بوادي المسيني واليوم تقيم مواقع عسكرية القوات الشرعية هناك وما هي المناطق؟ ماذا يمكن أن نعرف عن المناطق التي تذهب إليها وتلجأ إليها اليوم أفراد القاعدة؟ طبعا بالنسبة للتواجد الجماعة الإرهابية في حضر الموت كان معلوم أنه مثلا في أبريل 2015 سيطرت هذه الجماعة على كامل محافظة حضر الموت ونحن نعلم أيضا أن حضر الموت من حيث المساحة هي ثلثة الجمهوري اليومية بشكل عام هي مساحتها كبيرة جدا وشاسعة فهذه الجماعة استغلت انشغال الحكومة اليمنية والمقاومة في شكل عام عن مواقع الحوتين الذين كانوا موجودين في كل محافظة الجنوبية عادا ولاحق والضالع وخير فسيطرت على حضر الموت وخاصة المركز المحافظة المكلة والميناء فاستمر تواجدهم في هذه المحافظة حتى أبريل 2016 تقريبا عام واحد بعدها قامت هناك حملة بتنسيق بين قوات النخبة الحضر المية مع قوات الإمارة على وجه التحديد فحرروا المركز المحافظة والميناء انسحبت هذه الجماعات الإرهابية إلى بعض المناطق الجبلية وخاصة واد المسين هذا المعلوم فتمركزت في هذه المناطق فكانت تعد منفسها وعادة ترتيب أو كثير من أوراقها فكانت تعد من نفسها من هذه المناطق فتنفذ أعمال إرهابية في المكلة أو في أي تواجد الخاصة لقوات التحالف إلى أن دحرت اليوم من وادي المسيني لكن انسحبت إلى بعض المناطق خارج هذا الوادي باتجاه الشمال باتجاه وادي عمد باتجاه القطن باتجاه الصحراء سيئون هي ما زالت تتواجد في هذا المناطق لكن بالنسبة لها هذه الوكرة التي كانت تتواجد فيه في وادي المسيني فنؤكد لكم أنهم من أمس واليوم في غريبة لم يعد لهم أي تواقد في هذا المناطق على الإطلاق. في الاشتباكات اليوم على التلال مجاورة لهذا الوادي صحيح؟ ما آخر تطوراتها؟ هي الآن انسحبت من هذا الوادي باتقاه الشمال باتقاه وادي عمد لكن هناك في مرتفعات ما زال هناك اشتباكات بقوات النقبة حتى هناك موجود قوات التحالف وخاصة قوات المرتفع على الأرض موجودة ليس التغطية الجوي فقط ولكن قوات موجودة على الأرض تطارد هذه الجماعة الإرهابية ولكن الآن هي الجماعة المعلومات تقول أنه انسحبت كثير لأنه على الإطلاق لا تواقع هذه القوات لا تواقع أي مواجهة باشرة فقط تعمد على العملية الانتحارية أو البوات النسفة لكن الآن هذه يطم طاردها حاليا في هذه المرتفعات باتقاه وادي عمر باتقاه وادي حضر مر لماذا صعوبة المعارك اليوم خاصة نتحدث بأنه تأخذت الوادي أو استرجعت وادي نمسيني القوات الشرعية ولكن أفراد القاعدة أيضا هربوا ما زالوا بمناطق مجاورة كما قلت عمد ومدرية دوع ولكن هي أيضا في التلال المجاورة والمرتفعات هذا يصعب قليلا عمل القوات الشرعية هذه الأيام بهذه المعارك تحديدة ام تلال مجاورة أم لا لأنه صح أنه لما تواقع عدو غير نظامي عبر عن الميليشيات هو يحط الكمائن يحط بعض الشباب الذين مثلا يقصد دماغتهم يعطيهم الحزم الناس في فاقوموا بعملية انتحارية ضد القوات هذه وطبيعة الأرض لأنها أرض مثلا ضيقة في صعوبة الحركة بالنسبة للآليات والعربات لكن مع هذا نؤكد لكم أنه عدو أضعف من أنه يواجه مواجهة فقط هو يعمل كمائن وينسعب ينسعب لكن ما زالت له بعض الأماكن الذي يجيد ترتيب أو رغب فيها ونؤكد لكم أنه يملك العدو الآن قصر لهذه الجماعة تملك بعض الأسلحة ونوعا ما بعض العربات موجودة ماذا خسر؟ هل نعرف عن ما خسره بمعركة وادي المسعيني خسر كان تكبت خسائر عديدة غير ميدانية بأنه ضحرة منها بشرية أيضا ومعدات قلت وآليات ولكن أكثر خسارة بالنسبة لي لأنه هذه الوادي كان له طريق مطلع على البحر العربي ومن خلال البحر كان يستمد كثير من الدعم سواء الدعم المادية والأسكري عبر البحر العربي إلى بعض أماكن وهو مسيطر عليه على الساحل ومن خلالها يتم نغل هذه المواد إلى الوادي إلى هذه المنطقة وبالتالي هو يعني خسر منفذ كبير على البحر الأحمر تقريبا قرب المدينة المكلة بالتحديد فبعد السيطر على هذه الولادة تم إقلاق هذا المنفذ الذي من خلاله كان يستمد من دعم هو يتحصل على دعم كثير من دول المنطقة أيضا طيب يتحصل من قوات شرعية قصدك اليوم بعد أن كان يستغلوا لا يعني الجماعة الإرهابية عندما كانت تتواقد في وادي المسيني كان لها طريق بالتقال البحر وهذه الجماعة الإرهابية معروف أنها تحظى بدعم حتى من الخارج طيب بموضوع وادي عمد إلى أي درجة مهم كيف يعتبره هؤلاء اليوم وادي المسيني عرفنا بأنه كان مهم جدا يقفي من خلال وصول منفذ كمنفذ وادي عمد ماذا؟ عمد هو بالنسبة لهم متواقد فيه هو متواقد وجودهم بشكل عام إذا تم الغضاء عليهم في هذه المناطق فنحن نؤكد أنه ربما نقول أنه تم الغضاء نهائيا على أي أوكار أو تجمعات رسمية لهذه الجماعة ربما يقولون مشتتين كجماعة في بعض الأماكن كجماعة لكن كتواقد رسمي أو بعض المناطق الجبلية يكون فيها مسكرات تدريب يعني يدربوا أفايا جنودهم ويدربهم على العملية الانتحارية فيها ورش تصنيع العبوات الناسبة لكن إذا تم السيطرة على هذه المناطق نؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي تواجد على الإطلاق كتواقد رسمي أو عسكري لهذه الجماعة أي منطقها ربما يتشتتوا في مناطق كثيرة لكن طالما وعاد في محهم هنا فيهم سوف يعيدوا من الترتيب أوراقهم وسوف يعني حتى يتمددوا أكثر وكثر ما مدى تواجدهم بوادي عدن عفوا عمد مقارنة بوادي لمسيني ومنها ننطلق لصعوبة المرحلة القادمة لا يعني مغارة المسينة كانت تواجد بالنسبة لهم كموقع كان أهم من عمد وحتى كانت تواجدهم أكثر من من عمد لكن لا عن تضييق الغناغ العليم في هذه الوادي فإن الجماعة هذه سوف تنسحب إلى هذه المنطقة وهذا مقامت كملات آمن بالنسبة لهم كملات أخير بالنسبة لهم يعني كي يحافظوا على بقاءهم في هذه المنطقة فلم يعود لهم خيار غير هذه المنطقة ووادي عمد بعد أن تضييق الغناغ على ساحة البحر الحمر على البحر العربي على منطقة الوادي المسيني لم يعود لهم إلا هذه المنطقة اللي هي وادي حضر موت بعد وادي عمد بعد وادي عمد لا أيضا فيهم بعض التواقد في بعض المناطق الحدودية ما بين شبوة قرب من باتقاه البيضة وأبين في مناطق جبلية هنا لهم تواجد الجماعة للغرب لكن نتكلم عن حضر موت لم يعود لهم تواجد على الإطلاق إلا في هذه المناطق وادي عمد ووادي حضر الموت اللي لجأت عليه بعد طرد من وادي المسيني نتابع معكم دائما كل هذه التطورات أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا في الستوديو سيد خالد النسي الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا وسهلا